اشتركوا في القناة في ايام القاهرة مفارقتين جميلتين مفارقة او ثلاث مفارقات وانا صغير المفارقة الاولى كان اول مشروع تجاري اقوم به وكنت انا حوالي سبعة او ثمان سنوات في هذا الوقت وكان مشروع هو بيع ما نسميه صباعة العسلية او نحن ما نسميه مصصة العسلية وكننا بنمشي من شارع الشيخ محمد شاكر الى الالعة علشان نشتري صوابع العسلية باربعة مليم او ثلاثة مليم ونشتري مجموعة منهم ونقف على نصية الشارع علشان نعيد بيع هذه صوابع العسلية الاطفال ونكسب في اليوم قرش او قرشين كان مصروفنا اليومي في هذا الوقت في مطلع الخمسينات هو قرش الساق في اليوم والساق دا كان بيحاول بيجيب لك وانت ماشي رغيف رغيف قد كده نصه طعمية ونصه فول يعني ممكن الانسان بيعش الساق دا في هذا الوقت ان يستطيع ان يأخذ وقبة من الصباح الى مع بعض الضيون دي اول مفارقة اللي هي البيزنس نفسه المفارقة التانية كانت مفارقة رمضانية كان مش في كل مكان في القيرة فيه اضاءة وكنا بالليل احنا كنا على نصية في الشارع وكان ورانا فيه حارس ماحات عبدالله بشا عزت وكانش فيها اضاءة بالليل وكنا عايزين نلعب كرة عشان نقضي وقتنا يكون وقت جميل بالليل فكنا بنجيب كرة بنسميها كرة شراب يعني ايه كرة شراب؟ بنجيب السفنك السفنك ونحطه في شراب ونلفه بالخيط علشان يبقى كرة مدورة ونضعه في حاجة اسمها الجلة علشان تمسك الخيوط دي كلها ونحولها الى كرة كنا بنيجي بالليل بقى بعد صارات المغرب وحتى مكناش منصلي الترويح في نفس الوقت ففي هذا المغت في القاهرة كنا يسا اطفال صغرين كنا بنحط هذه الكرة في الجاز وكنا بنولعها لانم كانتش فيه نوع من انواع الاضاءة وكانت الكرة هي اللي بتكون ايه الوسيئة الوحيدة اللي احنا منشوتها على الجون من الفريق ده ايه الفريق ده وكان لها يعني صوت جميل جدا وهي بتطير في الهوى والاطفال بيسرحوا علشان الكرة ما تحرقهمش المفارقة الثالثة اللي حصلت في نفس الوقت ده ان انا كنت في اليوم هاد الايام حبيت ان انا روح اتفرج على فيلم اللي اسمه ما سميه مادر انديا اسمه الهند او ام الهند وكان فيلم جميل جدا 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 ودخلت السينما اسمها سينما الحلمية وعجبني الفيلم وكانت تذكرة حوالي بقرشان ساء وكان في عرض مستمر يعني ممكن تتفرج على فيلم مرتين تلاتة اربعة في نفس الوقت ونمت انا بالليل والغاية ما العرض الاخير خلص وطبعا الاهل في البيت كانوا بدوروا عليها مش لقيني فبابا الله يرحمه والدتي بعتوا كل درائي بدوروا عليها في كل الشوارع انا صحت من النوم من عامل السينما اللي صحاني من النوم وقال لي انت مين ابن مين اتفضلت لعبر السينما مش عايزينك فانا خالق وانا صغير مش عارف ان رايح فين وماشي في وسط الشارع والشوارع ضلمة في هذا الوقت واللي ربنا اكرمني بي اننا قبلت احد الناس اللي هما كانوا تلاميذ الوالد رحمة الله عليه الشيخ ابن المشايخ ولما لقاني كده ماشي تايه في الشارع قال لي انت مين يا ابني اقولت له انا فلان فلاني قال لي انت ابن الشيخ فلان فلاني قال لي تعالى معي احوصلك البيت فدخلت البيت بالنيل لقيت كل العيلة موجودة بقى من اخواتي وقريبي وقريبي الوالدة وكذا 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 والبيت مقلوب لما دخلت انا هناك يعني كنت متوقع ان انا حضر بعلقة محترمة اما من الوالد او من والدة لكن دخلت في ثبات واستقبلين استقبال جيد جدا وكان دي احد الاشياء اللي علمتني دروس كتير جدا سواء لعب الكورة او البزنس اللي احنا عملناه او فيلم ماذر اندي اللي احنا نتكلم عنه اشكركم على حسن المشاهدة واتمنى انك تفاعلوا القرص بتاع التنبيه وتشاركوا الفيديو مع اصدقائكم اللي انتو بتحبوهم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة